وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية مترو الإسكندرية حيث أصبح ضرورة ملحة لمواطني الإسكندرية كما أشار النواب إلى أهمية البوابة المصرية الموحدة في تنظيم عملية الحج وافق المجلس الموقر على التفقية غاية في الأهمية يمكن أن يعتبر مشروع استراتيجي لمحافظة إسكندرية ومشروع تنموي كبير يعتبر مترو الإسكندرية ده حلم كان بيراود كل مواطني الإسكندرية لسنوات وسنوات ويحل مشاكل الزحام المروري في إسكندرية وربط شرق وغرب إسكندرية ببعضه ويمكن يعتبر مشروع مترو الإسكندرية من مشروعات النقل المستدام اللي هي صديقة للبيئة تلحية مترو الإسكندرية جديد كانت تحتاج إلى إسكندرية خاصة أن المترو القديم كان عبارة عن عربيتين ومن سنة 58 وأصبح متهالك أصبح فيه كسافة مرورية وزحمة مرورية كبيرة جدا هناك حيث حتى تعود الإسكندرية عروس البحر الأبيض متوسط وتنتهي المشاكل المرورية كان هناك هذا القرار والنهاردة مجلس النواب وفق على هذا القرار وبنك الأوروبي للإعمار هيبتدي خلال الأيام القادمة إن شاء الله في صرف المبلغ المالية حتى يتم التنفيذ كان الأساس في هذا النظام هو وضع البوابة المصرية المؤحدة للحج تشرف عليها وزارة الداخلية وطبعا رجال وزارة الداخلية حيدروها بمدهن انضباط والحقيقة هي المرجع الأساسي للموضوع الحج أيضا بالإضافة إلى هناك أدوار لوزارة التضامن ووزارة السيائحة في هذا الموضوع اشتركوا في القناة